بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المزمل ووصلنا إلى الآية الأخيرة نسأل الله سبحانه وتعالى الإتمام والإكمال وصلنا إلى قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك هذه الآية العظيمة نلاحظ أن فيها شبها عظيما فيما ابتدأت به السورة في قول الله تعالى قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا هذا الترابط بين الآيتين حدد من قال على أن السورة هذه الآية الأخيرة مدنية ومنهم من قال على أنها مكية الذي قال على أنها مدنية لأن ورد فيها لفظ الزكاة والزكاة ما فرضت إلا بالمدينة ففرض الزكاة على من قال على أنها نزل الفرض في مكة ونزلت المقادير في المدينة أما القتال في سبيل الله قالوا لم يفرض إلا في معركة بدر كما هو معروف أو مشهور قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل قال ابن عشور قال ابتداء الآية بإن ربك يعلم أنك تقوم قال وهذا فيه معنى الرضا من الله سبحانه وتعالى وأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم قد قمت بما أمرك الله به من القيام في الليل أنت وطائف من الذين آمنوا معك وعلم الله سبحانه وتعالى مشقة ذلك الأمر عليك فخفف عنك وخفف عن أتباعك بأنه وضع عنك قضية قيام الليل على المقادير التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والتي سنتكلم أيضا عنها هل أن قيام الليل بقي فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة أم نسخ فرض قيام الليل عن النبي وعن الأمة أم بقي على النبي دون الأمة ولتقسمة إن شاء الله سنتكلم عنها أثناء كلامنا عن الآية لكن ابتداء في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أي أن الله سبحانه وتعالى جاء التأكيد هنا مع لفظة الرب لبيان أن الله سبحانه وتعالى على الرضا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم على الاستمرار والمضارع فالمضارع هذا أفاد مع الاستمرار بعلم الله سبحانه وتعالى بما كنت تقوم به ولذلك ذكر القشيري وذكر إبام القرطبي من بعده وذكر الرازي وذكر جمهور كبير مفسرين قالوا كان الصحابة رضو الله تعالى عليهم كانوا يقومون ولم تكن عندهم ساعة كما هو عندنا الآن فكانوا لا يعلمون كم مضى من الليل فكانوا يقومون نصف الليل وثلث الليل أو نصفه يكون ذلك أمر ميسور أما ما زاد عن النصف فكان أمر فيه مشقة فكانوا يخافون أن يفوتهم شيء من الليل ويقصرون فيما أمر الله به من القيام فكانوا يصبحون وقد انتفخت أعينهم انتفخت أقدامهم وشحبت ألوانهم من شدة السهر وشدة التعب في المحافظة على ذلك الأمر فخفف الله عنهم ويعني تاب عليهم قال فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن هنا تاب عليكم لا يدل على الذنب إنما جاء على معنى أن الله خفف عليكم لأن تاب إذا عديت بمعنى على كان لها معنى وإن عديت على معنى ترك الذنب جاءت على معنى آخر كما ذكر أهل اللغة لذلك هنا فتاب عليكم المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى يعني خفف عنكم ورفع عنكم هذا الأمر فجاءت الآيات الأخرى في بيان فضل الله ورحمته على الأمة قال إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين ليل أدنى أي أقرب إلى ثلثين ليل بعض علماء التفسير وقفوا بإشارة لطيفة قالوا هنا جاءت أدنى ودنوكم للشيء يدل على القرب فلماذا لم تأتي أو ما الحكمة أن القرآن لم يقل أنك تقوم أقل من ثلثين ليل جاءت أدنى قال لأن كلمة أدنى فيها معنى التقرب إلى الثلثين وأقل فيها الإنقاص عن الثلثين وما أراد الله سبحانه وتعالى أن يشافه نبيه صلى الله عليه وسلم بكلمة تدل على نقص عبادته صلى الله عليه وسلم فهو كان في أعلى أعلى كما قال أنا أتقاكم لله وأنا أكثركم خشية له وأعبدكم لله فهذه المعاني تفوت لو جاءت كلمة أقل من ثلثين ليل فجاءت أدنى على هذا المعنى وهذا المعنى لطيف جدا حيث يعني يذكر أهل التفسير في قول الله تعالى لاحظوا في اختيار الكلمة دون كلمة أخرى عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات عن قصة سيدنا موسى مع فرعون فقال عن فرعون ثم أدبر يسعى قال بعض أهل التفسير العرب تقول أقبل يسعى ولا تقول أدبر يسعى قال لأن لفظ الإقبال مجرد لفظ الإقبال هذا فيه شيء من المدح فيه شيء من الثناء وما أراد الله أن يثني على ثرعون حتى ولو بكلمة فوصفه بالإدبار في سعيه وما وصفه في الإقبال كذلك هنا أدنى جاءت ولم تأتي أقل وإن كان السياق يعني في نظرنا القاصر يقول يعني لو جاءت أنك تقوم أقل من ثلثين ليل كان المعنى أيضا مقبول لكن نقول اللفظة إشعار فيه إشعار لنقص في مقام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من كمال عظمة أو تعظيم الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام حتى أن ما وصفه بلفظة واحدة تشعر بإنقاص قيمته قال أدنى من ثلثين ليل وقرأت أيضا ثلثين ليل بتسكين اللام وبالتحريك ونصفه وثلثه وقرأت أيضا نصفه وثلثه نعم قضية القيام ثلثين ليل ونصف الليل وثلث الليل هذا كان فيه كما قلنا وذكرنا مشقة كبيرة عليهم رضو الله تعالى عليهم على الصحابة جميعا وكان أيضا ذاك يشق على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كما روى البيهقي فيما يرويه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن وقت النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان قال كان النبي يقسم وقته ثلاثة أجزاء جزء يجعله لله وجزء لأهل بيته وجزء آخر لنفسه والجزء الذي لنفسه يقسمه بينه وبين الناس فكان يجلس لقضاء حوائج الناس فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فلاحظوا هذا الثقل الذي طرع على حياة النبي من خلاله أنه كان هو رئيس الدولة في المدينة على من قال على أن الآية مدنية تجهيز الجيوش توجيه الناس استقبال الوفود هذا كله كان يأخذ من وقت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وكان النبي يتحمل ذلك طاعة لربه بين أهله إن لنفسك عليك حقا لأهلك عليك حقا لحوائج المسلمين كان يقضي حوائجهم هذا الوقت الذي قسمه النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وبين أهله وبين ربه كان يثقل عليه كثيرا فجاءت الآيات بالتخفيف للتخفيف على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أصبح الجهد الذي عليه والحمل الذي عليه صلى الله عليه وسلم أكبر بكثير من طاقته أن يستمر على هذا الأمر وكان في استمراره ثقل عليه عظيم ولكن مع ذلك كان يرى أن في هذا العمل وفي هذا الجهد والتعب هو أجر عظيم وقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال وطائفة من الذين معك لاحظوا أهل التفسير قالوا الله سبحانه وتعالى لم يقل إن ربك يعلم أنكم تقومون أدنى من ثلث الليل فصل في أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ثم ذكر وطائفة من الذين معك أي فصل في القيام رغم أنه يعني مفهوم الجملة العام أنه أنك أنت تقوم وطائفة يقومون أيضا من الذين آمنوا معك إذن ما لحكم أنه فصل في قضية أنه أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ثم ذكر وطائفة من الذين معك ما قال أنكم تقومون أدنى من ثلثين ليل قال لأمرين الأمر الأول لاختلاف القيام بين قيام النبي عليه الصلاة والسلام وبين قيام الصحابة من حيث الكم والنوع والتركيز في الصلاة من حيث أشياء كثيرة ففرق لأجل هذا الملحظ الدقيق أضف إلى أن المعية هنا لم تكن معية ملازمة يعني كما ورد في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى المسجد وفرش له حصيرا وأخذ الناس يجتمعون على صلاته ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم انقطع الخروج عنه وقد ذكرنا هذه الرواية سابقا وفي رواية بن كثير والطبري يقول فلما رأى الناس مجتمعين خرج عليهم مغاضبا رحمة بهم وخشيئا تفرض عليهم الصلاة تفرض عليهم صلاة الليل والقيام ولذلك رحمة بهم فرقا وقال إن الله لا يمل حتى تملوا الله لا يمل عن إعطاء الأجر حتى يمل العبد عن أداء الواجبات والطاعات لذلك فرقهم النبي عليه الصلاة والسلام فلاحظوا هذا الملحظ الجميل في التفريق بين قيامه صلى الله عليه وسلم وبين قيام الذين آمنوا معه كقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي حيث جمع إن الله وملائكته يصلون على النبي وفي موطن آخر قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ولم يقل هو الذي يصلي وملائكته عليكم قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته هذا الفصل أعطى مفهوم أن صلاة الله على المؤمنين غير صلاة الملائكة على المؤمنين فأعطى فارق فيه عندما فصل بين الفعلين قال وطائفة والطائفة كما قلنا دائما القرآن عندما يريد أن يذكر الجماعة التي فيها همى وحركة وقدرة وقوة تأتي لفظة الطائفة على هذا المعنى لأنه يعني لاحظ حتى في الطواف في الخدم في الجنة قال يعني طوافين عليكم قال يطوف عليهم ولدان المخلدون وحتى عن إبليس ومن معه في سعيهم في إضلال المؤمنين قال إذا مسهم طائف من الشيطان فجعل حركة الشيطان وفعله الدؤوب في إضلال الناس أيضا طواف لما ذكر الله أنه اختصاص بعض أهل العلم وطلبت العلم أراد أن يكونوا أصحاب حركة وهمة ونشاط قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين أراد منهم طائفة لم يريد منهم ناس كسالة إنما أراد أصحابهم عالية وأصحاب حركة دؤوبة في السعي لتحصيل علم الشريعة وعلم الدين ولذلك هنا قال وطائفة من الذين معك لأنهم هذه الطائفة أصحابهم عالية في القيام وقد ورد في بعض الأحاديث الصحية كحاديث البخاري في مجموعة أسماء الذين كانوا يحافظون على القيام بقيام النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط أن يكونوا معه معية المكان إنما المعية في القيام حتى لو كانوا يصلون في بيوتهم من ذلك يعني عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن العاص وقيل أبو الدرداء وقيل سلمان الفارسي وقيل غيرهم من الصحابة رضو الله تعالى عليهم جميعا أنهم كانوا يعني جادين في قضية المحافظة على القيام الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لاحظوا عند التفريق هذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين الفرق في قضية القيامين لقيام النبي عليه الصلاة والسلام من عظمة ولقيام الصحابة رضو الله تعالى عليهم أكيد هناك فارغ كبير بين القيامين ولذلك لاحظوا أيضا هناك ملحظ جميل أنه الله سبحانه وتعالى انتقل بعد أن ذكر أنه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين ليل وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار وغير ذلك من آيات إلى أن قال فتاب عليكم انتقل من كونه يخاطب النبي إن ربك يعلم أنك تقوم إلى فتاب عليكم قال هذا حتى يشعر على أنه إن كان هناك نقص في القيام فهو على قيام أتباعه لا على قيامه صلى الله عليه وسلم وهذا من أجمل الاتفاتات حقيقة في أنه ما أرد حتى أن ينسب أنه هناك نقص في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفي عبادته وذلك لاحظوا مثلا عندما يقول الله في قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله هنا قال يعني لم يجمع براءة الله والرسول في سياق واحد إنما فصل بينهما ولذلك يقول ابن عاشور قال لأن الله تبرأ من المشركين وهو غاضب عليهم يلعنهم على فعلهم أما براءة النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلس مع المنافقين ويحاول دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ويجالسهم ويكلمهم فهذا كله فارق في لحظة الفارق في الفصل بين براءة الله وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين قال والله يقدر الليل والنهار هذه قضية إحصاء الليل هذا أمر غير ممكن للإنسان أن يعني يقوم ليله ويقوم نهاره لأن هنا يعني ستفوت مصالح كثيرة وخاصة إذا كان متزوجا وله عيال ستفوت مصالح العيال ويضيع أهله والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أكثر الناس خسارة من يضيع من يعول من يضيع من يعني قد أمر بأن يعني يعولهم وأن يشرف عليهم وعلى أقواتهم ولذلك الله قال والله يقدر الليل والنهار أي أن الله سبحانه وتعالى قد قدر الليل والنهار ومن المفسرين من قال قدر الليل والنهار أن هناك الشتاء ليله طويل والنهار والصيف نهاره طويل لذلك هذا التقدير بين الليل والنهار أي أن الله يغير الأوقات ففي بعض الأوقات يكون ربما كما قال ورد في الحديث الشتاء ربيع المؤمن يستطيع أن يقوم ليله ويصوم نهاره لذلك الله هو الذي يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه علم أنكم لن تدركوا الوقت الذي قدره الله لأنه لم تكن هناك ساعات عندهم كما قلنا ولم يكن عندهم مقاييس للوقت ولذلك كانوا في حرج شديد كلما تعب أحدهم وقام من غفوته سريعا حرصا على أنه لا يفوته شيء من الليل كان بعض الصالحين عنده إشارات لطيفة في ذلك يقول والله يقدر الليل والنهار أي ألا أن العبد إذا أراد القيام لله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الساعة طبعا نتكلم تجوزا عن ما كان يقوله بعض أهل الصلاح يقولون أنه يعني ربما يأتي الشيطان فيقول له للعبد أنك لو قمت لا ذهب عليك الدوام ذهب عليك عملك تأخرت في عملك قال ولكنه إذا تذكر العبد أن الله هو الذي يقدر الليل والنهار الله هو الذي بيده الزمان الزمان مخلوق من مخلوقات الله إذا شاء الله أن يجعل العبد ينام الساعات القليلة ويعطيه الراحة العظيمة وربما يعمل في النهار الساعات القليلة ويعطيه الرزق العظيم لأن الله هو الذي يقدر الليل والنهار ولأنني كنت أسمع بعض الصالحين كان يقول إذا ضاق الوقت عليك في أمر ما فادع الله يا مقدر الليل والنهار ابسط لي في وقتي إذا ضاق عليك الوقت لأن الله بيده الليل والنهار كما أنه بيده كل شيء الله سبحانه وتعالى ولذلك دعوة العبد أن الله هو الذي يقدر الليل والنهار أنه يسأل من بيده ذلك الليل والنهار من بيده ملكوت السماوات والأرض أن يقدر له ذلك الأمر قال علم أن لن تحصوه علم الله سبحانه وتعالى أنكم لن تستطيعوا ذلك على الجزم والقطع وإن كان لاحظوا حتى في الكلام علم أن لن تحصوه ما قال علم أنك لن تحصيه على النبي لأنه ربما النبي عليه الصلاة والسلام قد قام بما أمره الله به وزيادة وهذه اللي يقول لها الزيادة لأن قالوا دائما الأنبياء يبحثون عن الزيادة في الفضل كما أن موسى عليه السلام لما اتفق مع صالح مدين على من قال أنه شعيب ومن قال غير شعيب فليكن قال أنه قال تأجرني ثماني حجج وأن أتممت عشرا فمن عندك قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأجلين قضى موسى قال قضى الأتم وقضى الأكثر عشر سنوات لذلك حتى في عدم الإحصاء لم يوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له إنك لن تحصيه قال لن تحصوه فتاب عليكم أيضا في الآية فكل هذه إشارات لطيفة في بيان مقام النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بدل الجهد والسعة والطاقة والوسع في أن يصل إلى مراد الله وأن يصل إلى ما أمر الله به نعم نقول دائما في قول الله كلا لما يقضي ما أمره لا يوجد إنسان قام بكل ما أمره الله به وأتم كل شيء على ما أراد الله وعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به وعلى ما يريد الله سبحانه وتعالى على أتم شيء لكن دائما العبد في نقص وفي تقصير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا أحد منكم ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولذلك بعض أهل التفسير وقف في إشارة لطيفة في قضية أنه قالوا الكتاب والسنة يزدران من مشكات واحدة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى كما أخبر الله سبحانه وتعالى والقرآن من الله قطعا منه بدأ وإليه يعود كما كان يقول السلف لحظوا قالوا ما العلاقة بين التهجد وجاءت هذه الأوقات ثلثين الليل نصفه ثلثه هذا الترتيب ثلثين والنصف والثلث ما فائدة هذا الترتيب قالوا ورد في صحيح الإمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مضى ثلث الليل ينزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من صاحب حاجة فأعطيه حاجته أقضي له حاجته هل من مستغفر فأغفر له هل من كذا هل من كذا حتى ويبقى الله سبحانه وتعالى كذلك إلى أن يضيء الفجر كما ورد في صحيح مسلم ولذلك استحب السلف القيام في ماذا بثلثين الليل الأخير لماذا إذا مضى ثلث الليل الأول يعني كأنه ثلث الليل الأول ينام به الإنسان حتى يستيقظ الثلثين الآخرين حتى ماذا يوافق نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يلقو بذاته تعالى الله عن الحركة وعن الانتقال لكن على ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم قال إذا مضى شطر الليل ولذلك جاءت أيضا ونصفه ولذلك إذا مضى شطر الليل ينزل ربكم إذن من نام شطر الليل فقام النصف الآخر من الليل أيضا وافق ما ورد في الحديث وأيضا ورد في صحيح مسلم إذا مضى ثلثا الليل إذن بقي إيش الثلث الأخير من الليل وقد ورد في حديث النسائي وحديث ابن ماجا أنه يعني إذا مضى كذا من الليل كما قلنا الثلثين أو النصف أو الثلث أرسل اللهم لك أن يقول هل من مستغثر فأغثر له هل من داع فأستجيب له وغير ذلك ولما سئل ابن عباس عن هذا قال يعني أنه باب التوبة أغلق لم يبق منه إلا شرقة ضوء لم يبق منه إلا ضوء كليل يدخل منه ولن يغثر الله ولن يقبل توبة عبد إذا أغلق باب التوبة ومتى سيغلق باب التوبة هذا قالوا حتى تشرق الشمس من مغربها قالوا ولذلك قالوا هذه الآية فيها إشارة إلى الأحاديث الواردة في نزول ربي تبارك وتعالى في ثلثين الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل وهذا كله يدل على التوافق العظيم بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال علم أن لن تحصوه أي علم الله سبحانه وتعالى أنكم لن تحصوا والإحصاء هو جمع الشيء بالعدد يعني جمع الشيء كاملا يسمى إحصاء وذكره على الإفراد يسمى عدا كما قلنا لقد أحصاهم وعدهم عدا وقد ذكرنا الاتفاة كما قلنا في السابق أن الله سبحانه وتعالى ذكر وقد ذكرنا هذا في سورة الجن على ما أذكر أنه قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وعادة نبدأ بالعدد حتى نصل إلى الإحصاء قال لكن لما كان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العدد فذكر الإحصاء قبل العدد قال أحصاهم وعدهم عدة لبيان أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ما يحتاج إلى إلعاب تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة فليس كمثله شيء ولا يحتاج إلى العدد حتى يصل إلى الإحصاء وذلك قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل في الدرس القادم بعوني تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة